اشتركوا في القناة 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 طاقة هذيك اللي فيها الحركة هي اللي تحرق بين ظفرين الالام والمعاناة والذاكرة السلبية تحرقها كما النار تحرق كل شيء يعني قوة الحركة كما النار تحرق كل شيء والله هي بكري برك معتا مرات تقرأ في الكتاب معتا قتلي اينا عندي برشة مشاكل وعارفة لي اينا معناها عندي معندي صثقة في روحي وعندي أزمة نفسية ونعرف الجذور متاع الموضوع الكل ولكن ما وصلتش معناتها مانيش منجمة نتخطش شيء هذي وانا نقولها اعمل حاجة قلتلها اعمل مثلا ابسط حاجة اكتب نصائح للناس اللي ما عنداش ثقة في نفسها اكتب نصائح للناس اللي عندها نفس الازمة النفسية اللي صارتلك انتي قتليتي كيفاش انا بش ننصح العبيد وانا ما ننصحتش روحي كيفاش قلتلها عامل حتى سجل حتى بودكاست وحط فيه معتا نصائح قلتلي كيفاش انا نحس في روحي مش حاضر قلتلها جس دماء رو انتي تحل تليفون مثلا وتسجل بودكاست حتى من غير ما تهبتوا معتا تسجل وتخلي تقول ها بش نشوف لكان الخدمة اللي خدمتها هذي معناها تنجم تعاون عبيد هتون هبتها نعمل شين يوتيوب نعمل انستجرام نعمل حاجة ما كاناش نزيد نستنى ونزيد نشوف قلتلها انتي كي تكتب ولا تتكلم اول حد بش يسمع هو روحك اللي عايشة لداخل فيك دونك انتي كي بش تتكلم ولا تعمل عمل كالكو سواء العمل اللي بش تعمله تقول انتي الكليونولاني هو انتي معناها انتي بش تنصح روحك انتي بش تعاون روحك كي تتكلم بصوت عالي انتي اول واحد يسمعك هي روحك دونك انتي بش تداوي روحك اولا وقبلك كل شيء ومن بعد زادة تنجم ادوي العباد عن طريقة الكلام اللي قلته يعني الفكرة هذي هامة ياسر اي انسان يعمل حاجة كو سواء يسجل بودكاست ولا يمشي من عرشنا يعمل مشروع يطيب حاجة ويبيحها ولا يشد مع انه فرشيت متاع رسم ويرسم حاجة ولا يمشي يخدم في اي حاجة ولا من عرشنا يمشي ترين فبار وياخذ وليدات يرينيهم فبار كل حاجة تحملها انتي قاعد تدور فكالطاقة متاع الحركة اللي ربي سبحانه اجعلها هي طاقة الحياة اللي هي تقدم بيك وتحرق اللي فات ذكا نجم نقوله قوة الاستغفار الحقيقية خطر الاستغفار مش تقعدها كي وتشد السبح وتقول استغفر الله استغفر الله وين بالله يعطيني عقلك خمم شوية معناه كي تقول الف مرة استغفر الله اي صحيح انت قاعد تدعي في ربي وان شاء الله ربي يسمعك لكن عمليا عمليا عملتش حاجة انت في ارض الواقع ها عملتش حاجة عمرك شيريت انت من عشانة عابد قاعدة كي استغفره سيدي استغفره سيدي نو يزمو يخدم الاستغفار هو يقولولو طوب الفرنسي معناها نفسخ اللي فات ونعاود ملولو جديد كما الفلاح وفات الصابة جماعها للصابة متاعو يعاود يحرثك الارض وينظفها ويخليها ترتاح بيش يعاود يزرع ملولو جديد دونك لازمك تسعى في حركة معينة في فعل معين بيش تدور الطاقة وتحقق هالاستغفار هذي والا اللي يقولولو طوب الفرنسي لغيزيليانس وهاكي كا انتي تشافي روحك وكا معنتها ايفي سوغندير كي ما نقولو بيش تعطي حاجات للعباد الفروي دو تن تشافي دوني او جان حصيلو ان شاء الله الفكرة وصلت خاطر نعرف اللي اغلبية العباد يستنوا في الشفاء بيش يجي من الطبيب من الدواء من قرية كتاب ليه لازمك تعمل وذكاش عاملت سعيدة في اخر القصة عاملت حكا مشروع صغير اللي يخليها تعاون العباد اللي صارت لهم نفس المشكلة اللي صارت لها هي وهي صغيرة كل سوال مشروع ذا تعملوا انتي عن مشروع خيري عن طريق جمعية ولا مشروع معناها ربحي يدخل منه فلوس ما في مش مشكل الفلوس مش حرام والفلوس ميش مصخرا يعني الناس ميش في بينهم فهما فرق ما بين الامور الروحانية والفلوس الفلوس هي دم المجتمع وفاتريت كي ما الدم اللي دور في بدنك كي بده الدم نظيف اللي بده ننظيف ومو فيش امراض الفلوس في مجتمع هي الدم متاع الحركة الاقتصادية والمجتمع اذا الفلوس نظيفة بين ظفرين ما معناها نظيفة معناها هي ميش في مصالحة انتي كعملت مشروع ومثلا خطر سعيدة عملت مشروع متاع مدرسة تقول انتي ولا هكا مركز متاع تشافي يجيوا العباد يتقدم معناها خدمات كسوس والا علاج الطبيعي بالنباتات بالمساج والعباد يخلصوا فلوس بش هي ادخل في الخدمة متاحة والسيطقة اك الفلوس هذوك جايين من فعل صالح ولا وهي تصرف فيهم بطريقة صالحة ولا يعني عمل حسن ولا دونك الفلوس هذوك الدم اللي دور في الحركة الاقتصادية هذي انظيف ولا هذوك جاوب انتي جاوب انتي بخ كونت تراه شوف انتي هكا وتغضو توامعة تشوف فما سبعين الف مشروع تقول انتي الفلوس اللي فيه الدم اللي فيه ماهيش نظيفة ماهيش نظيفة على خطر جاية بتورق ساعات معنتها حتى كي تبدو مش فما تورق غير شرعية واضحة لكن فما تورق هي شرعية لكن غير اخلاقية خلينا نقول دونك في الاخر الدم تعد دورة الاقتصادية هذي ماهوش نظيف دونك الجسد الاقتصادي يمرض حسينه طولت عليكم اليوم انا في بلي اش نعمل معنته اشارات صغيرة لكن واللهي موضوع مهم برشة وان شاء الله وصلت الفكرة كونه رهو قوة الفاعل هامة جدا في تحقيق الشفاء كونك تكون انسان فاعل في المجتمع تقدم الاضافة للمجتمع واللي هي اولا نقبل كل شيء اضافة لك انت قلكم الى اللقاء في قراءة جديدة وبودكاست جديد حول الشفاء البيت